التوبة بالنسبة للإنسان إذا وقع في ذنب أو خطيئة أو معصية فالواجب عليه أن يتوب إلى الله أولا والتوبة لا بد فيها من توفر شروط ثلاثة الإقلاع عن الذنب مثل الغيبة تقلعين عن الغيبة الندم على فعله العزم الأكيد على عدم العود إليه هذه ثلاثة يبقى إذا كان المعصية أو الذنب مع مخلوق هذه الثلاثة ثم تضيفين إليها شرط رابع وهو طلب التحلل منه يعني تقول اجعلني في حل أو كذا طيب أو رد الحق مثل رد مالي يعني مثلا سرقة أو غصب أو رشوة يردها إلى أصحابه بالنسبة للغيبة ما عندنا نص صحيح طبعا في أن من اغتاب شخصا يذهب إليه ويقول أنا اغتبتك حللني ما عندنا لكن العلم اجتهادوا في ذلك وقالوا بأن المغتاب إذا كان يغلب على ظنه بأن عفوا صاحب الغيبة الذي اغتاب يغلب على ظنه بأن هذا الشخص الذي اغتابه ممكن أنه يتحمل الكلام هذا وممكن أنه مثلا يقبل أن يحلله مثلا في هذا الحال يذهب إليه ويقول يا فلان سامحني أنا ذكرتك في مجلس أو يا فلان سامحيني ذكرتك في مجلس و جعليني في حل أما إذا كان لا يقول أنا ما أدري يقول ما أدري فالأفضل أنه ما يذهب إليه لأنه هذا يعني يعيش على السلامة يعيش معك معك على السلامة وعلى البراءة فربما لو أخبرتيها أو غرت صدرها أو غرت صدرها وغيرت نفسها عليك وهي بريئة في الأصل فلذلك أخت الفاضلة تكثرين لها من الدعاء تقول اللهم اغفر لي ولأختي هذه تحرصين على أنك تذبين عن عرضها وعن سمعتها في كل مجلس مثلا يعني يأتي ذكرها يأتي ذكر هذه الأخت مثلا تذبين عن عرضها بهذا تسلمين ولله الحمد من الغيب